ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله شخصي للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض بسبب خلافات سابقة بينهما في الحي وهي الجريمة التي شكلت موضوع شريط فيديو واتقته كاميرا للمراقبة وتداوله مستعمل منصات التواصل الاجتماعي وقد أصفرت الأبحاث والتحرية التمهيدي المنجزة عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي البالغ من العمر عشرين سنة والذي تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية كما مكنت إجراءات البحث المتواصلة في هذه القضية من تحديد هوية الأشخاص الظاهرين معه في الفيديو حيث البحث جارينا لتوقيفهم وتقديمهما للعدالة